اشتركوا في القناة لمكافحة السرطان ورئيس جمعية الاورام العردنية حقيقة في البداية بشكر جميع الزملاء في جامعة الاسكندرية وبخص زميلنا رئيس اللجنة العلمية الدكتور علاء قنديل على هذه الدعوة الكريمة طبعا راح يكون فيه لكلمة بالافتتاحية لهذا المؤتمر راح اتحدث فيها عن العلاقات العربية العربية ودور رابطة الاطباء العرب لمكافحة السرطان في النشاطات اللي بيقوم فيها وخاصة للاطباء الشباب في التوعية والتثقيف والتدريب المؤتمر راح يركز بشكل اساسي على موضوع سرطان الثدي وعلى سرطانات القلون والمستقيم وحقيقة هدول النوعين من السرطانات هم اكتر انواع سرطانات بصيب الرجال والنساء في العالم تقريبا بنفس النسب سرطان الثدي هو سرطان رقم واحد في كل العالم اللي بيصيب النساء تقريبا 40% من السرطانات التي تصيب المرأة هو سرطان الثدي ولحسن الحظ سرطان الثدي من السرطانات التي يمكن اكتشافها مبكرا وبالتالي الشفاء منها ممكن يكون سريع ونسب عالية جدا وهذا بعتمد بشكل اساسي على المرحلة اللي يتم فيها اكتشاف السرطان وكل ما تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة كل ما ارتفعت نسبة الشفاء فاذا اكتشفنا السرطان الثدي في المرحلة الاولى نسبة الشفاء قد تصل الى 98% وهذا شيء مبشر وبعتمد بشكل اساسي على التوعي والتثقيف وبعتمد بشكل اساسي على ان المرأة تطبق التعليمات اللي لازم تعرفها بخصوص الكشف المبكر عن السرطان والفحص الذاتي للثدي وهذا بشكل اساسي بتطور على اساس انه كل مرة بتم الفحص بشكل مستمر المرأة بتعرف ايش هو ملمستدها وبإمكانها انها تكتشف اي كتلة وحجمها صغير جدا هذا هو المبدأ الاساسي للكشف المبكر واللي احنا مش لازم نخاف من كلمة السرطان مش لازم نخاف من السرطان لانه زي ما حكيت لكم انه الشفاء بتم بنسب عالية جدا وكل ما تم الاكتشاف في مراحل متطورة اكتر كل ما كان لسوء الحظ نسب الشفاء اقل طبعا العلاجات اللي بتتم لسرطان الثدي مش فقط الكيماوي في علاجات عديدة ممكن يكون علاجات في الجراحة ممكن يكون العلاج بالكيماوي العلاج بالاشعة او العلاج بالهرمونات والعلاجات الموجهة الحديثة جدا اللي حاليا موجودة في الاسواق واللي رفعت نسب الشفاء الى نسبة عالية جدا من العلامات الاساسية لوجود السرطان وهاي علامات قد تكون مش بالذات للإصابة بالسرطان بس هي اللي لازم تخلينا أن نروح على الطبيب ونعمل الفحوصات مثلا وجود كتلة في الثدي وجود كتلة تحت الإبط إن كماش بجلد الثدي اختلاف باتجاح الحلمة ممكن يكون في تغيير في جلد لون الثدي بس ما بدنا نخاف بأنه هذه عبارة عن أعراض عامة قد تكون شغلات عديدة جدا ومن ضمنها قد تكون للسرطان فبالتالي ننصح أنه كل امرأة تعمل الفحص الذاتي للثدي كل شهر مرة بعد ثلاث إلى أربع أيام من انتهاء الدورة الشهرية وأنها تعمل الفحص السريري كل سنة مرة عند الطبيب وفي عمر 45 وما فوق أنها تعمل صورة الماموغرام والألتراساوند أما بخصوص سرطان القلون والمستقيم فهو كمان من السرطانات المهمة جدا في العديد من الدول العربية هو سرطان رقم واحد عند الرجال بتبادل الدرجة الأولى أو التانية ما بينهما بين سرطان الرئى وكمان سرطان القلون والمستقيم من السرطانات اللي بالإمكان اكتشافها مبكرا من خلال فحوصات طبية بسيطة جدا وكل ما اكتشفناها في مراحل مبكرة كل ما كانت احتمالية الشفاء عالي جدا وأيضا في المرحلة الأولى لسرطانات القلون قد تصل نسبة الشفاء إلى ما يزيد عن 95% رسالتي أنه ما نخاف من السرطان ما نخاف من كلمة السرطان أنه نقوم بالفحوصات الطبية الدورية بشكل مستمر اللي بتأدي إلى أنه نكتشف إصابتنا لا سمح الله في المراحل المبكرة وبالتالي أنه نتعالج ونشفى بإذن الله